مرحبا بحضراتكم السيدة محمد كانت بتسأل عن إن أصابها الصداع بشع جداً هي بتعني من الصداع النصفي فهي فطرة من يومين عشان تاخد حبوب لرفع الصداع ممكن تاخد حقنة وما تفطرش يعني لمانع من ذلك يعني لمانع من حريك تاخدي هذه الحقنة فهي ليست من المفطرات لكن علي حضرتك قضاء اليوم اللي حضرتك أفطرتيه بعذر المرض فمن كان منكم مريضاً أو على سفرين فعدة من أيام أخر بعد انقضاء رمضان إن شاء الله عليك قضاء هذا اليوم ولا ما نعمل إنك تاخدي هذه الحقنة وربنا يشفيك وعافيكي وما خدش الحقن كده مع نفسي لابد أنه يعني تكون بإذن الطبيب حتى لا تضر بحضرتك من كسرتها